موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الاعدادي مع درس جديد من دروس مادة العلوم النهاردة ان شاء الله هحل معاكم أهم المسائل على الوحدة التانية اللي هي وحدة الطيار الكهرابي وفرق الجهد وشدة الطيار والكلام ده كله النهاردة هناخد مسائل متنوعة والمسائل دي ان شاء الله لاغنى عنها في أي امتحان وفي أي محافظة من محافظات الجمهورية السؤال الأول بيقول احسب شدة الطيار المار في موصل عندما يسري بين طرفيه شحنة كهربية عشرة كولوم خلال خمسة سانية أنا عايزك لما أقول لك حاجة في الفيديو طبقها في الامتحان علشان تحل بطريقة أسهم لما تلاقي زمن في المسألة يعني مثلا خمسة سانية أو لقيت مثلا عشرة سانية أو لقيت كلمة زمن هتطبق القانون على طول اللي هو تيه بتساوي كاف على زين يعني هتعمل المسلس العجيب بتاعك وهتقول كده ان شدة الطيار بتساوي كمية الكهرباء على الزمن زين هو هنا بيقول لك احسب شدة الطيار يبقى هتحط يدك على تيه يبقى تيه بتساوي كاف على زين اكتب القانون بتاعي واخد الدرجة المضمونة تيه بتساوي كاف على زين وشدة الطيار وحدتها ايه بالامبير هتساوي كمية الشحنة كان عشرة كولوم يبقى عشرة والزمن كان خمسة سانية يبقى عشرة على خمسة هتساوي اتنين والوحدة بتاعتك بالامبير يبقى كده المسألة تحلت المسألة التانية بتقول احسب كمية الكهربية الناتجة عن مرور طيار كهربي شدته تمانية امبير لمدة دقيقة اعطيك دقيقة يعني اعطيك زمن يبقى تعمل المسلس العجيب بتاعك اللي فيه الزمن المسلس اللي فيه الزمن اللي هو تيه بتساوي كاف على زين طيب انا عندي هنا الزمن لازم يكون بالثانية هو اعطيك الزمن بالدقيقة يبقى انت لازم تحول الزمن هتقول كده الزمن بيساوي واحد فيه هو بيقول دقيقة والدقيقة ستين ثانية يبقى واحد في ستين هتساوي ستين ثانية وبعد كده بيقولك احسب كمية الكهربا يعني عاوز كاف كاف بتساوي تيفزين تيفزين يبقى لايقول له كده بما انه كمية الكهربا بتساوي شدة الطيار في الزمن هتساوي شدة الطيار ثمانية والزمن هيبقى ستين هتساوي هنزل السفر والستة في تمانية بتمانية واربعين الناتج ربع مية وتمانين والوحدة كولوم علشان انت عاوز كمية الكهربا اللي هي كاف نشوف مع بعض كده مسألة جديدة تانية مسألة بتقول احسب الزمن الذي تستغرقه كمية كهربية 10 كولوم للمرور عبر مقطع من موصل يمر بيه طيار شدته 5 أمبير احسب الزمن هنعمل يا شباب هنعمل المسلس بتاعنا اللي هو فيه الزمن اللي هو تهبت ساوي كاف على زين أنا عاوز الزمن زين يبقى هقول له الزمن بيساوي كمية الكهرباء مقسومة على شدة الطيار يعني كاف على ته هتساوي كمية الكهرباء 10 وشدة الطيار 5 يبقى 2 والوحدة بتاعتك بالثانية يبقى احنا كده خدنا 3 مسائل على القانون دوت مرة جبنا الزمن ومرة جبنا كمية الكهرباء ومرة جبنا شدة الطيار وبكمل معاكم اهم مسائل الوحدة التانية وحنتكلم دلوقتي عن مسائل على فرق الجهد الكهرابي اللي هو جيم مسألة بتقول اذا كان مقدار الشغل المبزول لنقل شحنة كهربية مقدارها 450 كولوم بيساوي 99 ألف جول احسف فرق الجهد بين طرفين موصل لما تقرأ مسألة وتلاقي فيها كلمة الشغل هو ده المسلس الوحيد اللي انت هتستعمله اللي هو بيقول كده ان فرق الجهد جيم بيساوي الشغل اللي هو شغ مقسومة على كمية الكهرباء اللي هي كيف يبقى جيم بتساوي شغ على ايه على كاف طب هو بيقول لي احسب فرق الجهد روح اقيل له كده جيم بتساوي شغ يعني الشغل على كمية الكهرباء كاف واي فرق جهد عندك بوحدة اسمها ايه الفولت بقت مسألة عادية هتقسم الشغل اللي هو 99 ألف جول على ربعمية وخمسين كولوم 99 ألف جول على ربعمية وخمسين كولوم الناتق هيطلع 220 فولت وكده يبقى انت جبت فرق الجهد بين طرفين هذا الموصل نشوف مع بعض مسألة تانية اذا كان فرق الجهد بين طرفين موصل بيساوي 3 فولت اعطيك الجيمة هو احسب مقدار الشغل المبزول لنقل شحنة كهربية مقدارها خمسة كولوم بين طرفين موصل يلا يا جماعة كلمة السر موجودة الشغل يبقى اعمل المسلس بتاعي اللي هو جيم بتساوي شغ على كاف المطلوب ايه احسب مقدار الشغل اقول له يبقى الشغل بيساوي فرق الجهد في كمية الكهرباء يعني جيم في كاف والشغل وحدته بالايه بالجول ما ننساش طيب فرق الجهد عندك 3 فولت وكمية الكهرباء خمسة هتطلع 15 جول وهو المطلوب يبقى كده حلينا المسألة المسألة اللي بعد كده بتقول اذا كان فرق الجهد بين طرفين مصدر كهرابي 15 فولت اعطيك الجيم احسب كمية الكهرباء المنقولة عند بازل شغل 510 جول بدان في كلمة شغل يبقى اعمل المسلس اللي فيه الشغل اقول له كده جيم بتساوي شغ على كاف هو عايز كمية الكهرباء يعني عاوز كاف يبقى كاف بتساوي شغ على جيم يبقى اقول له كمية الكهرباء بتساوي الشغل مقسوم على فرق الجهد يعني الشغل اللي هو خمسمية وعشرة مقسوم على خمسة عشر والنتج هيطلع اربعة وتلاتين كولوم وكده المسألة اتحلت وبنكمل مع بعض حل مسائل على الوحدة التانية ومسائل متنوعة والمسألة ديت يا جماعة مهمة جدا لانها مسألة تحتوي على تلات ارقام مش رقمين زي المسائل اللي فاتت وانا هقول لكم الافكار بتاعتها اذا كان فرق الجهد بين طرفي موصل خمسين فولت عند بزل شغل مقداره متين جول لنقل كمية من الكهربية بين طرفيه احسب شدة الطيار المر خلاله في زمن اتنين ثانية انا اعطي لك الشغل اعمل مسلس الشغل الله يخليك مسلس الشغل هو على جنب كده هتقول بقى جيم بتساوي شغ على كاف وبعدين اعطيك زمن اتنين ثانية الزمن اتنين ثانية اعمل المسلس التاني الله يخليك يبقى تيه بتساوي كاف على زين يعني انا لما لاقي ثانية يبقى تيه كاف على زين لما لاقي شغل يبقى جيم شغ على كاف طب ايه المتشابه بين المسلسين المتشابه هو الكاف يا جماعة كمية الكهرباء يبقى هي دي كلمة السر اللي انا هحل لها ازا جبت كمية الكهرباء من مسلس اعوض بيها في المسلس التاني اجيب المطلوب طيب هو عايزي اعاوض شدة الطيار اللي هي تيه يبقى لازم اقول له تيه بتساوي تيه بتساوي كاف على زين والوحدة امبير تمام مش تيه بتساوي كاف على زين تمام طب ومعدين اعمل ايه اشيل الكاف من المسلس ده وعوض بيها من الحاجات اللي في المسلس التاني يبقى هحط الزمن زي ما هو تحت ما جيش جنبه طب شيل بقى الكاف الكاف بتساوي ايه بتساوي شغ على جيم يبقى هحط شغ فوق وحط جيم مضروبة في الزمن تحت يبقى ادي التلات ارقام اللي عندك في المسألة هقولها تاني عندك هنا الكاف الكافة هي هتشيلها وتحط ايه قيمتها اللي هي شغ على جيم او شغ على جيم تمام يبقى احنا عندنا كده المسألة بدأت تتحل احط الشغ لفوق هلاقي متين هحط تحت فرق الجهد هلاقيه خمسين مضروف في الزمن اللي هو اتنين يعني متين على مية هتطلع باتنين والوحدة امبير وكده حلنا المسألة بكل سهولة ويسر نيجي مع بعدي كده مسألة تانية بتقول اذا مر طيار كهربي شدته اتنين امبير في سخان كهرباء وكان فرق الجهد بين طرفيه متين فولت احسب المقاومة بدأم لقيت كلمة مقاومة في السؤال يبقى عندك المقانون بتاع قوم اللي هو ميم المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة الطيار يبقى عايز المقاومة يبقى هتقسم فرق الجهد جيم على شدة الطيار ته فرق الجهد عندك متين فولت وشدة الطيار اتنين من عشرة هتحط اتنين تحت وتحط سفر فوق او تعملها بالقالة هتطلع المقاومة الف اوم وكده المسألة اتحلت المسألة رقم تسعة بتقول احسب شدة الطيار المار في جهاز كهربي مقاومته عشرين اوم لما يبقى فرق الجهد بين طرفيه متين وعشرين فولت لقيت المقاومة يبقى على طول مفيش مسلس فيه كلمة مقاومة غير دوت اللي هو ميم بتساوي جيم على ته طب انت عاوز شدة الطيار يعني عاوز ته يبقى هتساوي جيم على ميم يبقى اقول له شدة الطيار بتساوي جيم على ميم واللي هيطلع بالامبير هتساوي فرق الجهد متين وعشرين على المقاومة اللي هي عشرين هتساوي هضيع سفر مع سفر اتنين وعشرين على الاتنين فيها الحداشر والوحدة بتاعتك ايه امبير وبكمل معاكم اهم مسائل على الوحدة التانية ومسألة بتقول اذا لزم بزل شغل مقدار وعشرين جول لنقل كمية كهرباء اربعين كولوم خلال سلك مقاومته عشرة اوم احسب شدة الطيار طب ايه كلمات السر اللي في المسألة عندك الشغل يبقى هتعمل المسلس بتاع الشغل اللي انا قلت عليه اللي مفهوش غير الشغل اللي هو جيم بتساوي شغ فوق على كف تحت طب وايه كلمة السر التانية المقاومة يبقى مفيش مسلس فيه مقاومة غير المسلس اللي انا هعمله دلوقتي مين بتساوي جيم على تيه طب من هنا بقى يا جماعة هو بيقول لي احسب شدة الطيار اللي هي تيه اروح انا حاطة صبي على تيه اقول له جيم على مين تيه بتساوي جيم على مين والوحدة امبير جميل بس المسألة فيها كم رقم ادي واحد اتنين تلاتة يبقى لازم انا اشيل الجيم وحط امتها من المسلس التاني طب الجيم في المسلس التاني بتساوي ايه بتساوي شغ على كاف يبقى حتسيب الته زي ما هي وحط الميم زي ما هي وشيل الجيم اللي هي بشغ على كاف يبقى شغ فوق وكاف موجودة تحت فهمتوا انا عملت ايه بشيل الجيم من هنا وحط امتها من المسلس التاني عشان هو في المعطيات اعطاهالي طب الشغل عندك كام الشغل عندك عشرين كمية الكهرباء عندك كام أربعين كولوم وعندك المقاومة كام عشرة يبقى هنا عشرين على ربعمية هنضيع سفر من فوق مع سفر من تحت على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها العشرين حاسم واحد على عشرين هيكون الناتج خمسة من مية والواحدة بتاعتك أمبير وكده حلينا المسألة اللي فيها تلات أرقام مجرد انك انت بتشوف اللي بيربط بين المسلسات وبتعود ميه من المسلس التاني زي من حلية المسألة المسألة اللي بعد كده بتقول احسب مقدار الشغل المبزول لنقل كمية من الكهرباء واحد كولوم بين طرفين موصل مقاومته عشرين قوم وشدة الطيار المر فيه اثنين أمبير كم رقم يا شباب عشرين قوم اثنين أمبير واحد كولوم يبقى انا هستخدم مسلسين احل بيهم طب كلمات السر ايه كلمة السر الشغل يبقى المسلس اللي فيه الشغل ايه يلا اقوله جيم بتساوي شغ فوق على كاف تحت طب الكلمة التانية كلمة المقاومة مفيش غير دوت اللي هو مين بتساوي جيم على ته هو بيقول لك احسب الشغل يبقى الشغل بيساوي جيم في كاف هتقول كده شغ بيساوي جيم فرق الجود في كمية الكهرباء كاف والشغل بالجول يا جماعة طب وبعدين انا دلوقتي هنا ايه اللي بيربط بالمسلسين الجيم طب الجيم هنا بتساوي ايه بتساوي مين في ته يبقى انا هشيل الجيم وحط مين في ته والكاف موجودة من الاساس عندي بقى كده عندي التلات ارقام مضربين في بعض هاخد المقاومة اللي هي عشرين هاضربها في شدة الطيار اللي هي اتنين هاضربها في كمية الكهرباء اللي هي واحد هنزل السفر واتنين في اتنين باربعة والواحدة هتبقى اربعين اه والواحدة هتبقى جول يبقى الناتج اربعين جول يبقى انا كده عودت عن الجيم من مسلس في مسلس تاني واستطعت ان انا حل المسألة امه تلات ارقام طبعا كده انا وصلت معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اكون افدتكم واهم حاجة جماعة ازا عجبنا الفيديو بنعمل لايك لان بصراحة اللايك اوت على الفيديوهات بتخلي الفيديوهات تظهر في محركات البحث لناس كتيرة ويقدروا انهم يستفيدوا منها ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك فيها وفعل الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة باذن الله كان معكم معلم خبير محمد علي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته